الزمالك أنه يحتفل مرة والتانية والتالتة والربعة الموسم كان طويلاً وكان صعباً والظروف لم تكن أبداً سهلة والتتويج جاء ليضع كريزة على كيكة جميلة جداً عملها الزمالك طوال الموسم بدأ في بنائها أو في رسمها أو في طبخها طوال موسم شاق لم يفكر فيه إلا في نفسه اختلف الزمالك هذا العام عن الزمالك في سنوات سابقة اختلف الزمالك فنجح في الحصول على بطولة دوري ثانية على التوالي فنجح اليوم بعدما تعادل مع الاتحاد السكندري في أنه يقتنس نقطة لا تضيف أي شيء أكتر من أنها ترفض الخسارة لأن الخسارة في قاموس الزمالك في عهد فريرة وفي هذا الموسم ليست واردة خصوصاً بعدما تحسن المصار من منتصف هذا الموسم مرة تانية مليوم مبروك لكل زمالكاوي التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز مليوم مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الأستاذ مرتضى منصور مليوم مبروك لأمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة في نادي الزمالك مليوم مبروك للجهاز الفني من المصريين ومن الأجانب بقيادة مستر جسوالدو فريرة مليوم مبروك لكل عنصر من عناصر نادي الزمالك على مستوى اللاعبين وبكل تأكيد الإداريين والجهاز الطبي ولكل من عمل على تحقيق هذا الموسم اللي طبيعي وصفه بالتاريخي ألف مبروك لزمالك وهارد لك لكل المنافسين سواء الأهلي أو بيرامدز اللي بحثا عن المنافسة بظروف مختلفة طوال الموسم قبل أن يقتنسها البطل الأبيض النهاردة في استاذ القاهرة وأمام حضور جماهيري كبير توج هؤلاء الأبطال بعد التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق إبراهيم حسن هو اللي نجح في تسجيل هدف التقدم من قبل نص الملعب لمح محمد عواد متقدما كعادته ففاجأ الجميع بتصويبة من نص الملعب بل فاجأ المعلق لنجد الكرة داخل شباك محمد عواد علشان يتواصل أداء جيد جدا حقاول الاتحاد السكندري هذه المباراة وأعتقد لو الاتحاد السكندري لعب طول الموسم بالشكل المستريح الهادئ ده لكان موقفه قد تغير تماما بالبوكس نزل لعبه الزمالك إلى أرض الملعب لفتة طريفة كل اللاعبين حطين الجلافزات بتاعة البوكس ما بين شيكابالا ما بين أحمد سيد زيزو بطلاي القصة ما بين حتى آدم شيكابالا موهبة جديدة ربما في الملاعب المصرية في السنوات القليلة المقبلة وأمام حضور جماهيري غفير احتفلوا قبل المباراة وبعدها وخلال اللقاء ببطل مصر 2021-2022 أبطال الزمالك احتفلوا مع من دعم أبطال الزمالك أو من حول لاعبين غير راضي عنهم الجمهور إلى أبطال في نظر الجمهور الأبيض اللي دعم الفريق طوال الموسم واحتفل وأصبحت الكيمياء ممتازة طوال الموسم ما بين كل العناصر على مستوى منظومة بيضاء قاضها هذا اللاعب شيكابالا وتفنن هذا الآخر في رسم خطوتها بصناعة أهداف كثيرة جدا وباقتناسه لقب هداف الدوري 14 صناعة 16 هدفا 19 هدفا 33 هدف شارك فيه وكالعادة أحمد سيد زيزو النهاردة بيصنع وهذه المرة الوينش بيسجل رافضا هزيمة حتى لا يتعكر ولو بنسبة بسيطة هذه الأجواء المثالية في استاد القاهرة وبحضور ممثلي رابطة الأندية المصرية النائب أحمد دياب والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بينهما رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور دخل لعب الزمالك من أجل استلام ميداليتهم قبل أن يرفع شيكابالا برقصته المعتادة الدرع للمرة الثانية على التوالي ليكتب تاريخا جديدا مع القلعة البيضاء مبروك لهؤلاء الأبطال اللي كانوا في الصورة ولهؤلاء الأبطال اللي ربما كانوا من نجوم هذا الموسم مش هما النجوم الوحيدين لأن النجوم كثيرين جدا في تتويج الزمالك هذا الموسم شيكابالا أحمد سيد زيزو محمد عواد جاء من بعيد ليقتنص نقاطا للزمالك هو مش لعيب مش بيسجل لكن هو لعيب بيمنع دخول الأهداف إلى مرمى فاقتنص الزمالك نقاطا إمام عشور موهبة متطورة مفيدة جدا وبين هذين وهذين جسوالدو فريرا المتوج للمرة الثانية في تاريخه مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز وبعد ثماني سنوات من المرة الأولى ألف مروك لكل زمالكوي التتويج بهذا اللقب شفت بمناسبة زيزو وهو طالع على المنصة لقطة حلوة قوي لو بتحب تقرأ الشفايف زي أنا بركز قوي مش دايما بعرف قراها حوار درما بين مرتضى منصور وأحمد سيد زيزو قال له حاجة رح بصله رح وقف تكلم معاه قال له هتقعد 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 دي في إشارة إلى بدء مفاوضات من أجل منع رحيل أحمد سيد زيزو نجم الموسم في الكرة المصرية ونجم نادي الزمالك وهداف الدوري والأكثر صناعة للأهداف فهل أحمد سيد زيزو هيعود بعد نهاية الموسم ولا إيه اللي هيحصل الحقيقة يعني أنه طبعا عقد زيزو كلنا عارفين أنه هو فيه شرط جزائي 2 مليون دولار وأنه فيه إبلاغ قبلها بـ 15 يوم من غلق القيد أو بعد نهاية الموسم بـ 15 يوم فهل فيه مجال لأنه يمشي برى مصر ولا هيبقى ولا إيه اللي هو موقف لنرى في الأيام القليلة المقبلة لقاء الزمالك النهاردة معنا